واحد بيقول ماذا كان شعور قدستكم أثناء رسامة البطريال 117 يقصد عليهم هو ربما البعض بيتسأل ايه كان شعوره من جهة القرعة الحنكلية لأنها هي الأساس اللي بنيت عليها الرسامة أكلمكم بصراحة يا عمر كان أهم حاجة في الأرعى الحيكلية بالنسبة لي مش إن الأرعى تيجي علي أن نضع البطريال كان في حاجة أهم من كده في قلبي وفي شعوري وفي ذهني وهي إن الواحد بيتمرر أصد ربنا ربنا يقول موافق اللي مش موافق عايزه اللي مش عايزه وأفكر أنا قبل كده كنت بكلم في قصة داود النبي لما راح سمهيل النبي لبيت يأسى لبيت لحمي أبو داود عشان يرسم واحد منهم ملك فمرروا أمامه السبعة فبقى يقول ربنا يقول لا مش عايز دا لا دا مش عايزه لا دا ما ينفع شيء وكان موقف متعب جدا الواحد يتمرر أصد ربنا وبعدين ربنا يقول عايزه ولا مش عايزه ينفع ولا ما ينفع شيء دي أخضر بكتير جدا من رأي الناس والرتب الأخر فكان الشعور الأول اللي في ذهني لما أقف أصد ربنا هيقول موافق قال لي مش موافق قد المشكلة ولو قال لي مش موافق هواجه الناس الزاي اللي بعهد أبعصهم وكلمهم وميقولوا لي ربنا قال لي مش موافق هقول لي دي المسألة اللي كانت في عمق شعوري ونمرة واحد هذين قلت لكوات الرفاضي شكرا